تطبيق جديد لشراء الملابس المستعملة يسمى دي بوب والذي ابتكرته شركة جنريشن زد ويستعمل التطبيق حوالي 30 مليون مستخدم فيما يقرب من 150 دولة ويتميز هذا التطبيق بأنه نقل عالم شراء الملابس المستعملة إلى مستوى آخر حيث يقوم الناس بشراء وبيع الملابس المعاد استخدامها مع إضافة لمسة عصرية كما يتيح هذا التطبيق إيجاد فرص عمل للشباب الذين يعملون في مجال البيع لقد بدأت عندما كنت في المدرسة الثانوية لطالما كنت مهتمة بالموضة أثناء نشأتي كنت أختار ملابسي دائما عندما أذهب للمدرسة واليوم لدي ملابس كثيرة في خزانتي لم أعد أستخدمها وبالصدفة تعرفت على التطبيق عن طريق إعلان لذلك بدأت بالعمل في هذا المجال أصبح العمل على التطبيق وظيفة بدوام كامل للكثير من الشباب ويساهم التطبيق في سوق الملابس المستعملة بـ 64 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها بالإضافة إلى استخدامه نحو 14 مليون طن من الملابس التي يرميها الأمريكيون كل عام أما عن شهرة التطبيق فهي تعود إلى الإغلاق الذي طالما تجري البيع بالتجدئة وارتفاع مبيعات التسوق عبر الإنترنت بسبب انتشار فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر